خلينا بقى نتكلم عن حاجة مختلفة كده بينقلنا فيها مسلسل رسالة الإمام وده عبر تاريخ كده احنا متابعينه وشايفينه وده عشان نعيش في التاريخ ونفتح شباك كده على الحياة الاجتماعية وكمان الاقتصادية والدينية طبعا في عصر الإمام الشفعي الجميل انه صناع العمل رعوا بدقة جدا انه منقلوا صورة كاملة عن العمارة والهدوم والحلي وشكل المساجد فرش المساجد البيوت واللي موجود جوه البيوت وطريقة الشوارع كل ده كان واضح جدا انه هو منقلوا بدقة في المسلسل خلينا نتكلم اكتر عن واقع احد المراجل المراجع عفوا اللي اعتمد عليها المسلسل في كتاب المدن والقرى المصرية في البرديات وده كتاب للدكتور محمد احمد عبداللطيف استاذ الاسلامية والقبطية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة واللي بنوارنا النهاردة في الستوديو صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح خير بداية لما نيجي نتكلم عن الفسطات ونيجي نتكلم عن الكتاب ازاي المسلسل قدر ينقلنا الصورة كاملة كده بالمنظر ده عن الفسطات وكأننا كنا عايشين وكأننا كنا عارفين التفاصيل بداية كده السلامة وحركة طيبة وكل السادة المشاهدين بخير وصحة وسلامة ومصر بأمن وأمان إن شاء الله اعتقد أن مسلسل الإمام الشفعي الفريق العمل اللي تم تجهيزه لإعداد المسلسل سواء من التأليف أو السيناريست يعني بقدر الإمكان راعوا منهجية علمية في العودة إلى بعض المراجع اللي اعتمد عليها المسلسل سواء في الوصف التاريخي أو وصف الأماكن أو في سرد الأحداث التاريخية الخاصة بحلقات المسلسل بالنسبة للكتاب بتاعي في أحد المراجع يعني اللي تم الاعتمد عليها وهو المدن والقرى المصرية في البردية العربية ده تم تأليفه في 2013 واتنشر نشر دولي في فرنسا في المعهد العلم الفرنسي بموافقة وزارة البحث العلم الفرنسية والحقيقة هو بيتكلم عن المدن والقرى المصرية في فترة مبكرة جدا اللي يعني الأجانب بيسموها الإيرلي إسلامي بيريود الفترة الإسلامية المبكرة وديت نادر أوي وجود مصادر عنها إلا من خلال وسائق البرد العربي وقبل ما نتكلم عن الحكاية دي الناس كثير جدا من قول برد العربي ممكن تتخضي يعني دايماً لما يجي كلمة البرد يجي في ذهننا هو الفرعوني لكن الحقيقة البرد كمادة للكتابة استعمالها المصريين القدماء منذ هما سبقين في اختراع الورق بالنبات البردي وبعد دخول المسلمين في الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 وجدوا البرد وعلى فكرة هما كان عندهم فكرة عن البردي من قبل حتى دخول الإسلام لمصر لأن بعض العرب كانوا يصبح لهم مكتبات دي مثلاً؟ لا 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 العرب كانوا بيعتمد في المكتبات على الرق أو الجلد اللي هو جلد الحيوانات الماعز والأغنام أو على العظم على الجمال لكن لو حركت التكري حتى زي ما ذكر القرآن رحلتها الشتاء والصيف كان العرب بيسافروا كتجار كتجارة هي مهنتهم الأسية إلى بلاد الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء فكان بعضهم بيرجع من بلاد الشام ميرجعش على الجزيرة العربية مباشرة يعدي أو يحاول زي ما نقول كده على مصر فوجدوا أن المصريين في تقدموا حضارة كبيرة جداً بيستخدموا الورق من نبات البردي المصنوع من نبات البردي للكتابة على مدى الكتابة فكان معروف لما دخل العرب كمان إلى مصر 641 وإتمام الفتح الإسلامي 642 بفتح الإسكندرية استمروا على استعمال البردي كمادة للكتابة وبالتالي وجد عندنا فترة أربع قرون كاملة اللي هي من القرن الأول الهجري للرابع الهجري اللي هي وزيها من السادس الميلادي إلى عشر الميلادي الكتابة على البردي طيب وبعد كده إيه اللي حصل بعد كده أنه تم اكتشاف الورق في بلاد الصين وانتقل عن طريق التجار صناعة الورق فلو وجدوا أنه استعمالوا أخف وأرق شوي فده كان لازم نقول كده طيب المادة دية اللي هي البردي اللي تكتب عليها في الفترة الإسلامية المبكرة بلقول المعلومات أو المصادر ندبة عنها الحقيقة لم تكن تكتب عن التاريخ بصفة مباشرة ولكن بنستنبط المعلومات من خلال النصوص اللي وردت في هذه المادة بمعنى أن أحيانا يكون المادة دي استخدمت في كل نواحي الحياة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا منها أوامر من ألوال الولاة الحكام البلد البلاد إلى حكام الأقاليم أو إلى قادة الجيش فبنعرف من خلال النص ده إقادة الجيش في هذه الفترة كان مين ومين ومين أعداد الفرق وأعداد الجنود فهي مهمة استنبطية من خلال معلومات النصوص ما فيش حاجة بتتقل مباشرة مدينة الفستات لم يكن هناك ورقة موثقة بأن إحنا عندنا المكتبات دي حضرتك شفتها أو حضرتكم بتألفوا الكتب وبتعملوا أبحاثكم وشفتوها وبتوثقوها بتقارنوا مثلا ورقة بورقة أو بردية ببردية بحيث التأكد من الأرقام والتأكد من المعلومات الوردة وأنه طبعا بيتطابق كثيرا جدا مواردة بالنصوص بس أنا عايز أقول لحركة النصوص اللي على ورقة البردية هي الأقرب للثقة فيها لأنها كتبت بخط المعاصرين للأحداث لأنه قد يكون في بعض المؤلفات التاريخية مجاملة لحاكم ما مجاملة لأمير إنما دي نصوص كتبت بخط الناس المعاصرين للحدث في وقتها فعلى ذكر مثلا مدينة الفستات لم يكن هناك كتابة مباشرة في نصوص البردية عن الفستات مباشرة طبعا احنا خدنا المعلومات على الفستات منين هنلاقي مثلا عقد بيع منزل واحد بيبيع بيت فبيوصف المنزل وبيوصف الحدود بتاعته الحد الشمالي والحد الجنوبي والحد الشرق والحد الغربي مع كسرة الوسائق قدرنا نوصل لمخطط الفستات كانت الحدود بتاعتها أو المنازل والطرقات أو الشوارع كان شكلها إيه لكن الحقيقة لو هنتكلم عن الفستات حتى طبقا لما ذكره المؤرخين واللي يمكن أنا شايف في حلقات المسلسل الأولى اللي وصلنا لها حتى الآن في مراعاة كبيرة جدا للشكل العام للفستات في شكل المنازل في شكل الحواري في شكل الشوارع في شكل الضروب في شكل الأزقة حتى في شكل الحوانيت بتاعت أو المحلات يعني المقصود بيها المحلات بتاعت الصناعات المختلفة والتجارة لأن الفستات كانت تعتبر في الفترة ديت فترة يعني زاخرة بالذات في القرن الأول الهجري اللي هو مقابله السابع الميلادي والقرن الثاني الهجري أيضا وبالمناسبة الفستات كانت تعتبر مش مركز تجاري كبير جدا فقط ولكن كانت مركز أيضا للتصدير والاستيراد إزاي كانت الفستات وجام عمر بن العصر حينما نشوفه ده بيطل على ميناء نهري للقاهرة كان في تفريعة من النيل كده بتعدي توصل لحد الفستات وكانت هي ده منفذ نهري للبضائع الواردة لمصر البضائع بقى لما نيجي نقول ملابس لما نيجي نقول حلي كان شكلها إيه؟ عرفناها بقى برضو من البرديات من خلال البرديات ومن خلال حاجات تانية ومن خلال حاجات تانية برضو الحقيقة مش البرديات فقط من خلال ما وجد عن طريق الحفائر في المواقع الأسرية وللحقيقة المتاحف المصرية والعالمية زاخرة به يعني لما نشوف في متحف الفن الإسلامي هللاقي قطع كثيرة في القاهرة طبعا من أعظم متاحف الفن الإسلامي في العالم وهللاقي برضو في متحف أخرى عالمية زي اللوفر في باريس ومتحف فكتوريا وألبرت في لندن والمتاحف دي أنا كمان زرتها بنفسي وشفت القطع اللي فيها هناك والموترو بوليتن في نيويورك فهللاقي كثير جدا من القطع اللي هي تمثل الحلي تمثل المنسوجات وكان بالمناسبة كمان من براعة المصريين في هذه الفترة في كل هذه الصناعات إن كان الأمراء والملوك والخلفاء بيهدوها إلى ملوك أوروبا فهللاقي كثير جدا من الملابس الخاصة بملوك وأمراء أوروبا عليها كتابات عربية أو كتابات أو بعض الآيات القرآنية فدي طبعا كانت معروفة جدا أنها إهداءات للملوك والسلاطين وده نوع من أنواع المبهى الملك لما بيهدي أو الخليفة لما بيهدي بيهدي أجود ما يكون عنده فالفستات في هذه الفترة كانت عامرة جدا وصفها كثير جدا من المؤرخين طبعا ده بيدعم ما ذكر في البرديات واللي أنا كلمت عنه في الكتاب بتاعي البرديات ما عليش عفوا كانت محفوظة إزاي عشان تقدر توصل لحضرتك وتقدر من خلالها تعمل أحسن الحقيقة قصة البرديات طبعا ده ما نيجي نتكلم عنها هي نقدر نقسمها لحاجتين البرديات اللي هي بتعود للحضارة المصرية القديمة وجدت في مقابر الفراعنة وهي بتعود ل3000 سنة قبل الميلاد لكن البرديات العربية الحقيقة وجدت بالصدفة وأول ما اللفت الأنظار لها بعد ما توجدت توجدت حتى في مخلفات بعض المنازل عند أهلين في الوجه الإبلي أو في الوجه البحري كنوع من أنواع يعني حتى في ناس كانت بتتخلص منها على السنة بتخاف منها تفتكر مع اللفافات والكتاب أو خط قديم يفتكوها حاجات سحرية أو كده أو وصفات سحرية فالبعض كانت بتخلص منها الأجانب يعني تنبهوا لأهمية وقيمة هذه الوسائق وبالذات بعد ما أحد العلماء الأجانب الفرنسيين اسمه سيلفستر ديساسي وجد وده كان مستشرق وبتعلم يعني بتكلم عربي كويس جدا ويجيد اللغة العربية درس برديتين ونشرهم في مجلة العلماء في باريس سنة 1925 وبعد التاريخ ده بالضبط 1925 حدست زي ثورة كاملة في يعني تشجع كل الدول الأوروبية أنها تدور على البرديات وبتدوا يبعطوا الكشافين بتوعهم في كل أنحاء مصر وبتدوا يشتروها بكميات كبيرة جدا طبعا ما كانش فيه دجريم وقتها لخروج هذه القطع أو أهميتها وكانت الناس مدركة بالعكس كانت تخلص منها بالإشوالة كاملة عشان كده ده بيفسر لنا على سؤال حضرتك إزاي تحفظت فاتنقلت لمتاحف أوروبا وطبعا يعني للأسف مصر اللي هي بلد البردي ما فيها شغير أربعة ألاف بردية بس موجودين في دار الكتب المصرية لما حركت قرن الرقم ده وتشوفي في الناشنال بوبليتيك اللي هي المكتبة الوطنية في فيينا ودي برضو من الأماكن اللي أنا نزورتها فيها اتنين واربعين ألف بردية عربية يا خبر وفيها إجمالا ستة وتمانين ألف بردية غير البرديات العربية طب حركت تقولي طب والباقي ده في إيه الباقي مكتوب عليه بلغات أخرى لغات أخرى إزاي لغات أخرى لأن البردي كان أحد مصادر الصروة يعني كان حاجة مصر بتصدرها طبعا لما يتصدر لبلد تانية مش هتكتب عليه باللغة العربية طب فهنلاقي برديات محفوظة في متاحف أوروبا مكتوب عليها بالسريالية وبالكنعانية وبالقرامية وبالعبرية وبالمسمارية كل اللغات القديمة فبالتالي البردي اتحفظ فيه كثير من البلدان من أهمار مصر وبعض المتاحف العالمية ويمكن من أبرز البلدان اللي فيها مجموعات كبيرة جدا من البرد زي ما نقولت المكتبة الوطنية في فيينا وفي مكتبة جامعة هايدلبرج في ألمانيا وبيرنستون في الولايات المتحدة ومجموعات أخرى متفرقة في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة أيضا زي جامعة تيوتر هتكلمة زي بانوراما عن شكل الحياة في ذلك الوقت احنا خلاص وقتنا خلص لكن لو نقدر نقول في أقل من نص دقيقة يعني احنا متخيلين ان الشكل اللي احنا شفناه في الدراما ده بيقابل الشكل اللي كان موجود فعلا في الواقع سواء في المدن او في القرى هو بنسبة كبيرة جدا بيحاكيه يعني بشكل كبير جدا خاصة يمكن انا ما اقدرش يتكلم عن اللي موجود في المسلسل النواحي الفقهية او الشرعية او بعض الأحداث لا احنا متكلم عن العمارة لا احنا متكلم عن العمارة الحقيقة بنسبة كبيرة جدا مقاربة تماما ويعني فيها اهتمام كبير جدا بالتفاصيل وحتى جات في بعض الأحداث في المحادثات اللي هي الكلام برضو عن الخفاف زي صناعة الأحزية الحلقات اللي أنا شفتها حتى الآن في شكل الملابس في التزام الألوان في شكل البيوت والعمارة في الحناية والسناية بتاعت الدروب والأزقة يعني الحقيقة يعني عمل جيد جدا للغاية بعيد عن بعض انتقادات في بعض الأشياء اللي ممكن يبقى فيها خلاف في الرأي لكن أنا بتكلم بالنسبة لتخصوصي أنا يعني راضي تماما عما جاء في هذا المسلسل ساعدنا بوجود حدرتك معنا الدكتور محمد أحمد عبداللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة شكرا جزيلا لوجود حدرتك معنا شكرا جزيلا لفندم وكل سنة وحادرتك طيبية كل سنة وحادرتك بقى الفساحة وخير